بيفتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري النهاردة باب الحجز للوحدات القليلة المتبقية في إعلان سكن لكل المصريين أربعة لمتوسط وفوق متوسط الدخل ممي عبد الحميد مدير صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قالت إنه تقرر فتح باب الحجز بداية من الساعة خمسة مساء والحد الساعة 12 منتصف الليل دا للعملاء المتقدمين على الإعلان ممن قاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز وقاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية حتى تاريخه وأكدت إنه لن يسمح للمواطنين إلا قاموا بحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان أو خلال فترة مد حجز الوحدات بإلغاء الحجز في هذه الفترة وأوضحت إنه يمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب